السؤال بعد كده السؤال بيقول ايه؟ لو عندي ذهب ممكن يكون في حدود خمسين جرام على اطلع عليه زكاة ولو فيه زكاة تبقى كام؟ اول حاجة لازم نعرف الدهب ده هو عبارة عن مصاغ ولا دهب عبارة عن سبيكة يعني ايه؟ في فرق ما بين المصاغ المصاغ دهوة اللي جار عليه الفاتوة عندنا في الديار المصرية ان الدهب المصاغ ليس عليه زكاة طيب لا ده الدهب دهت عبارة عن ايه؟ عن سبيكة وهو دهب او عبارة عن اشياء ما لهاش دعوا بالايه؟ بالمصاغ لان المصاغ ده الحلية حلية المرأة ليس عليه زكاة ليس عليه زكاة فيقل لي حاصل لا ده انا عندي خمسين جرام دهب خمسين جرام دهب يعني خمسين جرام عبارة عن دهب مش مصاغ طيب هل ده عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة لان الزكاة بتكون في حدود 85 جرام دهب يبقى حكتين هم يبقى اول حاجة الزهب ده مصاغ ولا مش مصاغ مصاغ يبقى مالوي الزكاة وبلغ ما بلغ يعني بدل الكلام ده ده مصاغ يعني للزينة يبقى بلغ ما بلغ لو كان زينة للنساء طيب لا ده 50 جرام و50 جرام ده مش مصاغ لكن 50 جرام لا ده ما وصلش للنصاب لان الزكاة حتى تجيب في المال تحتاج الى شرطين الشرط الاولاني ان هي تبلغ النصاب الشرط التاني ان يحول عليها الحول احنا عندنا ما بلغش النصاب النصاب كان 85 جرام دهب طيب 50 جرام دهب 50 جرام دولا مش 85 جرام دهب اذا لا يجب عليهم ليفقدهم شرط من شروط وجوب الزكاة يبقى احنا لازم نفهم ده ونقدره ونفهمه ونتعامل معاه بشكل واضح ويبقى الفلوس دي معلها الزكاة لان هي لم تبلغ النصاب ترجمة نانسي قنقر